السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم يا حبايبا عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير انا جايبا لكم النهاردة خبر يفرح جدا جدا انا بالنسبة لي بصراحة الخبر ده مفرحني عن الفنانة عبلة كامل قررت ان هي تنهي مشوارها الفني واعتزلت التمثيل اكدت مصادر خاصة بان الفنانة عبلة كامل قررت انهاء مشوارها الفني من خلال ابتعدها عن التمثيل واعلان اعتزالها للدائرة المحيطة بها وقالت المصادر لجريدة الوطن ان عبلة كامل غيرت جميع اركمها لرغبتها التم في الابتعاد وعدم وصول اي شخص لها لافتة الى انها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم واكتسبت عبلة كامل شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل ليالي الحلمية ولن اعيش في جلباب ابي والشهد والدموع وهوانم جاردن سيتي كما شاركت في السينما في افلام الوداع يا بونا بارت واليوم السادس وسيداتي انساتي وكشر البندق وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في افلام الليمبي وكلم ماما واللي بالي بالك وخالتي فرنسا وتخرجت عبلة كامل في كلية الاداب قسم مكتبات عام 1984 وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة وكان اول عمل لها المشاركة ثمونو دراما نوبة صحيان ثم عملت مع محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها وجع دماغ والحادثة بس كده جماعة هي دي السيرة الزاتية باختصار كده للفنانة عبلة كامل الحمد لله بجد انا فرحت جدا ان هي اعتزلت التمثيل عقبال يا رب الكل اللي في الوسط الفني ربنا يهديهم ويعتزلوا التمثيل هي كانت ستة محترمة جدا جدا ونفتكرها ان شاء الله دايما بالخير بس كده يا حبابي ياريد بقى تحطوا لايك للفيديو ده وبالمناسبة الناس اللي بتزعل من اني بطلب لايك عادي ده حق يا جماعة انا مش عايزة منكم غيرب تحطوا لايك اللي مش عايز برضو عادي ممكن يحط الديس لايك يعني اللي يريحكم يا جماعة بس عايزة فهمكم بس الناس اللي اول مرة تسمع يعني اللايك هو اللي هيرفع الفيديو والناس هتشوف الفيديو مش اكتر وكمان اللي اول مرة يشوف القناة يريد يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدغط على الكل علشان كل فيديوهاتي توصل لكم على طول وبشكركم جدا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته